بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة اخرى هنجي نكمل مع عملية بتاعتنا فانا هعب كل القيم والمفروض ان انا بتحقق من ان الموبايل ده انتجر لكن هيجي هنا يقول لي ان يجب ان يكون قيمة رقمية طبعا ممكن اعدل الجملة دي خلاها قيمة رقمية صحيحة لان هو الانتجر اه يعني قيمة رقمية صحيحة فانا ممكن اروح هنا وهقول رقمية اه صحيحة اوكي لان الانتجر بيبدأ من واحد فما فوق عدد صحيح طيب فبالتالي اه مشكلتي هنا اني انا حتى لو حطيت عدد صحيح هو هنا شايف ان ده وهنا انا حاطت شرط فهيعمل لي ارور الشرط ده هيخليني ما اقدرش بعد كده اه اعدي القيمة بالشكل المناسب لان انا هنا بقول له اف ناط از انتجر فلازم اعمل له كاستنج هنا بحيث ان انا اه في الكاستنج ده اجي اقول ان انا عندي عفوا في الكاستنج هقول له انتجر للفاليو وهو يبدأ يشوف لو فيه قيمة رقمية صحيحة هيقول له لو هي مش قيمة رقمية هيطلع له الارور لكن لو كانت فيها حرف هيقول له يجب ان تكون قيمة رقمية صحيحة فبالتالي لما يجي هنا عب القيم هيعمل معايا الموضوع ده ويبيس او يعدي المشكلة دي وتتحل دي حاجة الحاجة التانية انا هنا عندي بعمل check على any errors عشان يعمل لي redirect وانا بفضل لعمل حركة لطيفة جدا اخلي ان ال validation دي بتعمل self redirect اني انا في حالة ان في error يحصل redirect من الداخل فبالتالي هاخد الشرط ده واجي هنا على validation هحط هنا attribute زيادة ممكن اخليه ان هو يرجع لي حاجتين او حالتين الحالة الاولى يقم يعمل لي return to array value او لjson value عشان نستخدمها في المستقبل مع ال API دي حاجة حاجة التانية ان هنا هقول له في ال parameter ده ان هو يرجع لي redirect او يعمل لي redirect او يرجع لي JSON او error JSON عشان لو انا بتعامل مع API فيديني error list بتاعتي بالشكل المناسب وفي النهاية يرجع لي value في حال ان ال validation paste يعني ان القيمة valid اللي انا بتعامل معها اا في الرولز اللي انا حطيتها هنا دي فبالتالي هاجي هنا هعمل http header وهقول redirect اوكي فبالتالي لما هاجي هنا هقول له if in http header redirect على طول هو هيخليني اعمل بمعنى ان انا اجي هنا هقول له if any errors طيب هنا انا عندي مشكلة خليني ابعد على if any errors واتشيك على ال validation دي واقول بالشكل ده ازا كان ال count اللي جاية من خلينا بس خلينا ناخد بقى ال http header دي وااجي هنا اقول Fn القيمة دي بتساوي تساوي من جوه بقى من جوه ال validation redirect هي با ديفولتها هتبقى redirect لما انا عايزة اغيرها واخليها API هترجع لي errors في شكل API فبالتالي ااجي هنا اقول له ده ال redirect هيحصل اهو وحخلينا نشير الشرط من هنا خالص وهتبقى ال validation بالشكل ده فبالتالي لما اعمل refresh واروح اعمل send هيرجعني تاني بس هنا في error ان ال station بتاعتي ما اشتغلتش ليه لان انا عامل الشرط قبل التخزين ال station فخليني اخد الشرط ده واخليه في الخارج كده تحت ال station اوكي فبالتالي لما اجي اعمل send هيرجع ال error بتاعي ويعمل لي redirect into self يعني من قلب ال validation عشان الكود بتاعي يبقى مختصر وشكله لطيف جدا دي حاجة الحاجة التانية عايز اقول له else else اذا كان او else f خلينا نقول else f ان ال http header ده يساوي يساوي API هبدأ اجيب كل ال validations دي واقول له هنا في الحتة دي كده ايه اقول له return json encode بالشكل ده حيس ان هو يرجع لي الكود بتاعي اذا API فبالتالي لما اجي هنا اروح جاي عامل اا API بالشكل ده عفوا اا API بالشكل ده واجي هنا هجيب مثلا ال data بالشكل ده واجي اطبع هقول له var dump var dump ال data اللي جاي بالشكل ده هعمل send هيجيب لي json بالشكل ده طبعا احنا مفهود نخش ونتعرف على json language ايه هي لغة تخاطب ما بين لغات البرمجة كلها او معظمها وبعضها يعني ما بين لغات البرمجة سواء كان مثلا بp hp بasp بc شارب بc كل اللغات دي بتتعامل بوسيط يقدر يبعت من لغة للتانية حاجة يستقبلها المستضيف التاني او المستقبل التاني او اللغة التانية يعني سيرفر بيخاطب سيرفر او برنامج بيخاطب برنامج فالتخاطب هنا ممكن ما يكونش بقواعد البيانات بس يكون من خلال وسيط او جسر الجسون دي هي الجسر اللي بيوصل ما بين الخدمتين دول عشان يقدر يستقبل منه معلومة او ياخد منه او يدي له معلومة فهنا الجسون language اتعملت عشان تقدر توفر السيرفز دي والapi لما لجي نتعرض لها او نتكلم عنها هتكون عبارة عن حاجة اسمها application programming interface فالفكرة كلها ان احنا لما نجي نخش في دروس الاي بي اي ناخد فكرة عن ازاي بيتعمل الاي بي اي هنتعرف على الجسون ده وهنا لو تلاحظ ان الجسون اللي رجعلي بشكل غير غير مظبوط وده بسبب الانكودنج او الترميز بتاعي مش utf 8 او بيتم تباعة المحتوى بشكل اه اه غير كده تمام فهنا في دلتين احنا بنتعامل معهم الدلة الاولى جيسون انكود اللي هتبدأ تاخد الاري وتحولها لجيسون دي حاجة الحاجة التانية عندي الديكود اي اني انا بعمل تحويل من جيسون لاري جوه البيتش بي او لست يعني او هي قائمة او يعني جوه البيتش بي فهنا بعمل جيسون دي كود وجيت هنا قلت ترو يعني حول القيم اللي رجعه الى ان هي تكون او اه 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 ار اي فهنا لما اقول له جيسون انكود يعني اخد الاري دي حتى لو جاية فاضية اعملها لي جيسون وبتبدأ بالشكل ده في البداية وفي النهاية ومن جوه بيكون بتاعته زي الايميل وجواها الريب او فلاس ان جيسون بالشكل ده والموبايل اهو وهتلاقي اه الادرس على هذا الشكل فهنا عندي في الجيسون انكود لو جينا هنا على موقع دوت نت ودورنا على الجيسون انكود وجينا هنا قلنا بريتي بالشكل ده خلينا نخش هنا اهو ده اده اول دلة وادي الدلة التانية واحدة بتينكود بتحول من الري ليه اه مفيد ان انا اقوله بريتي برينت بس مش مشكلة ده عشان ده عبارة عن بيلت ان اه كونستانت مش مشكلة بس ندور على الفنكشن دي ونشوف الاتريبيوتز بتاعتها والارجيمنت اللي بتاخدها او البرامز اللي بتاخدها جواها سواء كان في عملية الفلاج بتاعتها او في عملية الدي باث لكن خلينا مع ابسط حاجة ان انا عايز اعمل فلاج الفلاج بتاعي ده بيكون عبارة عن ايه ان انا بقوله لازم تكون كل القيم بشكل اجباري اوبجيكت وده اللي هنتكلم عنه لما نيجي ندروس ال او او بي فبحط بارام هنا بس بقول فاصلة وبحط اوبجيكت بالشكل ده والفلاج بتاعي اقدر اضمن اكتر من الفلاج ان انا بقوله خلي الجيسون دي اجباري تكون اوبجيكت حتى لو هي اوبجيكت خليها برضو اوبجيكت او لو هي اري وفي حاجة بترجعها اري لا خلاه لي وعندي هنا لما بقوله ان انت تجاوز كل اخطاء وده فلاج تاني الفلاج التالت لما بقوله لما اجي هنا هقوله فباجي هنا بقوله بالشكل ده وبحط فلما اروح هنا مرة تانية واعمل هيعرض لي الجيسون بشكل لطيف بس خلينا اجي اي انا اشيل بس الفار دمب دي واقوله ايكو بالشكل ده ايكو عفوا بالشكل ده فبالتالي لما اجي اعمل هيعرض لي الاوبجيكت بالشكل ده فبالتالي ايه كمان نيجي على بيتش بي دات نت هلاقي ان انا محتاج ان انا احول القيم دي لكلام مفهوم يعني انا عندي هنا هو ايميل في قيمتين او بالشكل ده بالطريقة دي طبعا ده اوبجيكت فلما بقوله هنا فورس انا اكبرت الاري تكون هي كمان اوبجيكت فانا ممكن اشيل اوبجيكت ده عشان هتعامل معاه بالصورة الطبيعية فيتحول الى الاري بالشكل ده فدي حاجة نكمل بس مع الفلاكز عشان نفهم الجزئية بتاعتها ايه الحاجة التانية ان انا بقوله انسكيبد السلاشز لما اجي هنا هقوله سكيب للسلاشز اللي بتحصل على الاري فلما اجي هنا اعمل ريفراش المفهود ان هو فيه لو في اي قيم فيها سلاش هيعمل لها سكيبينج بس لما نجي في الدروس اي 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 هنفهم المواضع ده طيب لا تعالة كمان نشوف باقي الفلاكز هنا البيهيفير اوف اا كونستانس دسكرايبد اون الجيسون كونستانس لما يجي هنا اروح بقى للبيج اللي فيها كل الفلاكز واندور مع بعض على ان انا عايز كل القيم تتعرض باسلوب اليوتي اف ايت او الترجمها باسلوب اليوتي اف ايت بحيس ان هي تطلع جمل المفهومة بشكل مقروء اي حد لما هياخد الاي بي اي لانا هدها له دي يقدر يفهم منها. فانا بدور في الفلاكز اللي عندي هنا. اه خاني ندور على اهو. الانسكيبت هنقول اه جيسون اهو. جيسون انسكيبت اه هو ده. هناخد ده هناخد الفلاكز ده ونجرب كده ونشوف. عشان نطلع القيم مظبوطة. اهو. طلع كده عندي القيم مترجمة باسلوب بحيث ان هو ده او الترجمة او الترميز العالمي. فهنا طلع عندي الرأي هيجوها قيمتين. اه القيمة الاولى البريد الالكتروني اكباري. البريد الالكتروني اه يجب ان يكون بريد الالكتروني الهاتف محمولي اكباري. هكذا الى اخره. فبالتالي لما انا جيت هنا قلت له انا عايزي القيم اللي تجيلي تجيلي على هيئة اي بي اي رجعها لي بالشكل ده از اجهزة. لكن لو انا جيت هنا بالشكل ده وعملت هيعمل لي ويتشغل لي بتاعتي. طيب في حاجة حاجة تانية انا عندي هنا. طلع ما شغلت الاي بي اي. يبقى انا لازم انزل السيشن دي. هنا. بحيس ان هو يبدأ يطلع لي السيشن. لانه خلاص هو كده على اه اه او يعني انتر اكتيف بيجيس. فلو كانت اي بي اي اي ازا لا داعي ان انا ممتاز. فبالتالي ده اه اه ان هو يعني يطبع لي الشكل الجميل لو رجعنا او يعني مناسب لما رجع الاي بي اي كده. طيب لو شغلت البريتي برينت. وجيت عملت هيطلع لي الشكل ده. طيب لو رجعتها هنلاقي ان حصل لالاتريبيوتس اللي عندي والبرو بشكل يعني مقبول يعني بالشكل ده. فبالتالي انا كده جهزت في الفاليديشن لحالة الاي بي اي طيب في حالة ان القيم بيزد هرجع الفاليوس اللي غاية من الريكوست بتاع الايميل او الموبايل او الادرس في شكل اري برده. فممتاز نرجع نعمل ونعب بقى القيم. لما اجي هنا اقول له الموبايل والايميل بالشكل ده والكلام ده. عايز في النهاية. هو مش هعمل ده هيوقفني على الصفحة دي. بالشكل ده. فبالتالي هرجع له في النهاية القيم اللي جاية هنا من عندي من الاتريبيوتس. وحاجب له الريكوست بتاعتها. في شكل اه 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 فاليوس. كي وفاليو. فهاجي هنا بقى تحت الالس اف دي. او لتحت الكونت. في الحتة دي كده. هعمل نفس اللوب. هكررها. بس الفرق. ممكن بدل ما اكرر اللوبس مرتين. خليني اعمل هنا. هقول كده باليوس. بالشكل ده. فهاجي هنا هحتاج ان انا هحط اسم الريكوست والفاليو بتاعنا. فكل اللي هعمله هاجي هحط الفاليوس. اه دي اسم الريكوست التاعي. جاي من الاتريبيوتس. اوكي. ايكل الفاليو اللي جاية من الريكوست. لأ. الفاليو. اوكي. فبالتالي محتاج بقى برضو ارجع الفاليوس دي او 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 فبالتالي اد الكوونت. مفيش ايالس. اعمل الريترن بقى ليه. الفاليوس. فبالتالي لو جيت هنا. هيطبع لي اري. فلما اجا اعرض. هيقول لي كده ان انت عندك اريتو. فبالتالي هقول له. فار دم. وتعال نشوف شكل الفاليوس كي. وبالشكل ده. ادي الايميل والقيمة بتاعته والموبايل والقيمة بتاعته والادرس والقيمة بتاعته. يعني اخد ده ودخل القيمة على طول في قاعدة البيانات. فاذا واحدة عملت لنا كتير من العمليات اللي هتخلينا في سطور صغيرة جدا. نعمل حاجات كتيرة. نوقف لحد ده كده لان كان درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.